سيدة تقول أنا غير محجبة ولكن أصلي وأصوم وحجبت بيت الله الحرام فهل يقبل الله صلاته العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه ولا ينبغي أن نجزن بالقبول فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وهو القائل إنما يتقبل الله من المتقين والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون للمشركون لأنها وردت في قصة هابيل وقابيل أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لا يعصون الله وإن عصوه بادروا بالتوبة وهؤلاء أعمالهم الصالحة مقبولة كما أخبر الله وذلك من باب التفضل منه وليس من باب الوجوب عليه وهم في الدرجة العليا من القبول أما المؤمنون الذين يعصون الله فإن أعمالهم الصالحة لا يحرمهم الله من قبولها كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إلى جانب أن يعاقبهم الله على سيئاتهم كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالتي تصلي وتصوم صوما صحيحا خالصا لوجه الله يرجى قبول عملها ومع ذلك تعاقب على خلع الحجاب لأنه معصية وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فهو أعلم بحجم المعصية وهل يمكن لثواب الطاعة أن يذهب عقابها ذلك أمر موكون إليه سبحانه والمؤمن لا ينبغي أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة وينزع من قلبه الخشية والخوف من الله حتى لا يتماد في العصيان بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن يبادر بالاستغفار والتوبة حتى يغفر الله له قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى وفي الحديث الذي رواه الترمذي اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخارق الناس بخلق حسن وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله لا تبادي بأمره ولا تخشى عقابه فهل إذا صلت أو صامت تكون خائفة من عقاب الله إذا لم تصل ولم تصم لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم للقبول لكان لهذا الخوف أثره على سوكها فالتزمت الحجاب فتمردها على الحجاب أمارة على أنها كانت تصلي وتصوم بدون خوف من الله وبالتالي لا يقبل الله منها صلاتها ولا صيامها قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي المأثور من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا روى من حديث الحسن مرسلا بإسداد صحيح ورواه الطبراني وأسنده ابن مردوية في تفسيره بإسناد اللين والطبراني من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وإسناده صحيح وفي الحديث الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها وصلاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فأخبر أنها لا خير فيها وأنها في النار فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك مع العلم بأن قبول عبادة شيء وصحتها شيء آخر فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ولكن لها غير مقبولة لعب الله ولا يحكم عليها بأنها باطلة فليس هناك ربط بين الصحة والقبول وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يوصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها رواه أبو داوب والنساء وابن حبال في صحيحه ومع كل ما تقدم لا ننسى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن لا ينبغي أن نرتكن على المشيئة فربما لا يشاء الله المغفرة للإنسان كما لا ينبغي الارتكان على قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عشى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم بل ينبغي أن نبادر بالتوبة من المعصية رجاء أن يختم الله لنا بالخير والله أعلم الجزاء ترجمة نانسي قنقر جزاء